مجلس رئاسي مهمته الأولى التفاوض مع ميليشيا الحوذي في المقابل ترفض الميليشيا المجلس ولا تعترف بشرعيته ولا تبدي أي نية أو توجه للسلام لربما كان الأحرى أن تكون مهمة المجلس حسم المعركة من أجل الوصول إلى السلام لأن الحروب غير المحسومة دوما ما تقود إلى تسويات هشة وتؤسس لمراحل جديدة من الصراعات يطمح المجتمع الدولي وربما الإقليم إلى ترتيب الساحة في اليمن من أجل الوصول إلى تسوية سياسية لكن الواقع أن ميليشيا الحوثي لم تكن يوما مستعدة للسلام والتعايش مع بقية اليمنيين ما لم تستأثر هي بالحكم وتلك عقيدة لا تتبدل وإنما تمحى بالهزيمة العسكرية وهذا تاريخ لا تجنن يأمل اليمنيون أن يكون المجلس الرئاسي فاتحة لعودة الدولة والاستقرار ويدركون أن تحقيق ذلك الأمل طريق صعب وشاق طالما وامليشيا الحوثي لم تتخلى عن السلاح لربما الرهان ذاته بالنسبة للمجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة حيث يسعى بايدن لتحقيق مكاسب ومصالح عديدة أبرزها المحافظة على شرار الحرب تحت الرماد وإمكانية استغلالها في الضغط على السعودية متى ما دعت الحاجة السعودية هي الأخرى باتت تبحث عن مخرج من مأزق الحرب التي أثقلت ميزانيتها ولو كان بأقل الضمانات كل تلك عوامل تساعد على إنجاز السلام في اليمن لكن الواقع أن السلام لا يناسب من يعتمد في وجوده على الحرب